اشتركوا في القناة والأولى في الجغرافيا والتي عنوانها إشكالية المبادلات والتنقلات في العالم في اللقاء السابق كنتم قد استنتجتم أن العالم اليوم مقسم اقتصاديا إلى عالمين عالم متقدم تقع أغلب دوله في الشمال وعالم متخلف تقع أغلب دوله في الجنوب فما هي العلاقة التي تربطهما وما هي طبيعة العلاقات الاقتصادية العالمية إنما يميز واقع الاقتصاد العالمي اليوم هي تلك الحركة الكبيرة والسريعة والمتنوعة في المبادلات والتنقلات بين العالم المتقدم والمتخلف وبين دول العالم المتقدم فيما بينها من جهة والدول المتخلفة فيما بينها من جهة أخرى فماذا يقصد بالمبادلات والتنقلات؟ وما هي أهم المبادلات التجارية العالمية؟ وما هي أهم التنقلات؟ ما هو دور الإعلام والاتصال في المبادلات والتنقلات هذا ما سنتطرق إليه في لقائنا اليوم أولا ماذا يقصد بالمبادلات المبادلات هي الصادرات والواردات من السلع المختلفة من منتجات زراعية وصناعية ومواد أولية متنوعة تتم بين الدول والتي تعرف بالتجارة الخارجية ماذا يقصد بالتنقلات التنقلات هي تلك الحركة الكبيرة للأشخاص والأموال التي تتم بين الأمم فحركة الأشخاص هي الهجرة بكل أنواعها وحركة الأموال يقصد بها الاستثمارات نبدأ بالمبادلات التجارية إن المبادلات التجارية عزيزي الطالب تشمل جميع السلع منها على الخصوص المواد الأولية المنتجات الصناعية والمنتجات الزراعية والجدول الذي أمامك يمثل نسبة المبادلات التجارية العالمية حسبا نوعية لسنة 2009 والتي تبين أن أهم السلع المتبادلة أو المسيطرة على التجارة العالمية هي المنتجات الصناعية بالدرجة الأولى بأكثر من 71% كما هو موضح في الجدول ثم المواد الأولية بالدرجة الثانية بأكثر من 17% ثم المنتجات الزراعية بأكثر من 2% ولابد أن تعلم أيضا عزيزي الطالب أن أهم الموانئ العالمية التي تتم فيها المبادلات التجارية العالمية أي التي تعرف حركة كبيرة في المبادلات التجارية هي التي تبينها الخريطة التالية وكما تلاحظ عزيزي الطالب أن أهم الموانئ توجد في العالم المتقدم في شرق وجنوب شرق أسيا في أوروبا الغربية في الولايات المتحدة الأمريكية ومنه نستنتج أن أهم مناطق التبادل التجاري العالمي متمركزة أساسا في شرق وجنوب شرق أسيا في أوروبا الغربية وتحديدا في الاتحاد الأوروبي وفي أمريكا الشمالية وتحديدا في الولايات المتحدة الأمريكية أما الآن عزيزي الطالب ما هي أهم المواد الأولية المسيطرة على المبادلات التجارية العالمية طبعا هي مصادر الطاقة المتمثلة في البترول والغاز الطبيعي سنركز في لقائنا اليوم على البترول والسؤال المطروح من هي أهم الدول المصدرة للبترول حسب إحصائيات 2011 هي المملكة العربية السعودية، روسيا، الإمارات العربية المتحدة، كندا، الكويت، نيجيريا، فنزويلا، العراق، أنجولا والجزائر أما أهم الدول المستوردة للبترول في العالم هي الولايات المتحدة الأمريكية، الصين، اليابان، الهند، ألمانيا، كوريا الجنوبية، فرنسا، إيطاليا، إسبانيا، وبريطانيا عزيزي الطالب، لاحظ معي أن هناك دول منتجة للبترول وفي نفس الوقت هي من الدول المستوردة له مثل الولايات المتحدة الأمريكية التي تحتل المرتبة الثالثة عالميا في إنتاج البترول والمرتبة الأولى عالميا في استرادها له بمعدل 8 مليون برميل يوميا وذلك بسبب ضخامة القاعدة الصناعية الأمريكية عزيزي الطالب، لننتقل الآن للمورد الطاقوي الثاني وهو الغاز الطبيعي والسؤال الذي يطرح نفسه من هي أهم الدول المصدرة للغاز الطبيعي؟ والجواب إن أهم الدول المصدرة للغاز الطبيعي في العالم حسب إحصائيات 2010 هي روسيا، النرويج، كندا، قطر، الجزائر، هولندا، وأندونيسيا وكذلك ماليزيا ومن هي أهم الدول المستوردة للغاز الطبيعي؟ إن أهم الدول المستوردة للغاز الطبيعي في العالم حسب إحصائيات 2010 هي الولايات المتحدة الأمريكية، ألمانيا، بريطانيا، إيطاليا، فرنسا، اليابان، وكوريا الجنوبية والملاحظ هنا عزيزي الطالب أن أهم الدول المستوردة للغاز الطبيعي هي الدول المصنحة بسبب حاجياتها أو حاجيات مصانعها الضخمة للطاقة على عكس الدول المتخلفة التي تصدر غازها الطبيعي خام ومع مرور الزمن وتطور العالم في مختلف المجالات الاقتصادية والاجتماعية والسياسية يزيد الطلب على هذه المواد فتتغير أسعارها ما هي إذن أهم العوامل التي تتحكم في أسعار البترول؟ إن العامل الرئيسي الذي يتحكم في أسعار البترول هو قانون العرض والطلب والذي هو بدوره تتحكم فيه عوامل أخرى هي أولا الظروف المناخية الصعبة في فصل الشتاء في البلدان المستوردة للبترول والغاز الطبيعي فيزيد الطلب وبالتالي ترتفع الأسعار أي أن حاجيات هذه الدول تزداد من البترول في فصل الشتاء ثانيا الحروب والنزاعات الدولية والأزمات السياسية التي قد تحدث خاصة في البلدان المنتجة والمصدرة للبترول فيزيد الطلب وبالتالي ترتفع الأسعار ثالثا الأزمات الاقتصادية الدورية التي تعرفها الدول المتقدمة وخاصة المستوردة للطاقة فيقل الطلب وتنخفض الأسعار رابعا ظهور أسواق استهلاكية جديدة بظهور قوى صناعية جديدة كالصين والهند خامسا محاولة منظمة الدول المصدرة للبترول الأوبك حماية مصالح الدول المصدرة للبترول بمحاولة تحديد سقف الإنتاج تحديد السعر المرجعي للبترول كذلك وهذا ما يؤثر على أسعار البترول عزيزي الطالب يعد أيضا سوق الغداء من أهم الأسواق المبادلات التجارية العالمية بعد المواد الأولية الطاقوية فما هي أهم المواد الغذائية الاستراتيجية طبعا يأتي في مقدمة هذه المواد القمح باعتباره غذاء أساسي لمعظم سكان المعمورة والسؤال من هي أهم الدول المصدرة للقمح في العالم إن أهم الدول المصدرة للقمح في العالم هي الولايات المتحدة الأمريكية فرنسا روسيا الأرجنتين أستراليا وأوكرانيا ومن هي أهم الدول المستوردة للقمح؟ والجواب إن أهم الدول المستوردة للقمح في العالم هي مصر الجزائر البرازيل اليابان إيران وأندونيسيا ونذكرك عزيزي الطالب أن تجارة القمح في العالم تتحكم فيها عوامل كثيرة مثلها مثل ما شاهدنا في البترول نذكر منها قانون العرض والطلب التقلبات المناخية في مناطق الإنتاج الأساسية عامل الجودة بالإضافة إلى تحكم واحتكار شركات عالمية في تجارة هذه المادة وكلها تنتمي إلى العالم المتقدم مثل شركة كارجيل وكونتينونتال جرين وبونج الأمريكية لويس دريفوس الفرنسية أما المادة الغذائية الثانية الأساسية في التجارة العالمية فهي الأرز باعتباره غذاء أساسي لجزء كبير من سكان المعمورة خاصة سكان شرق وجنوب شرق أسيا والسؤال من هي أهم الدول المصدرة للأرز في العالم؟ فعلا جيد إن أهم الدول المصدرة له هي طيلندا الفيتنام الهند الولايات المتحدة الأمريكية باكستان طايوان أما الدول المستوردة للأرز في العالم فهي المكسيك نيجيريا العراق المملكة العربية السعودية الصين الفلبين أما أهم منظمة مسيطرة على تجارة الأرز في العالم هي منظمة الدول المصدرة للأرز التي تضم كلا من تايلندا كمبوديا الفيتنام لاوس وبرمانيا وما هي إذن العوامل المتحكمة في أسعار الأرز مثل ما شاهدنا في القمح وشاهدنا أيضا في البترول إن أهم العوامل المتحكمة في تجارة الأرز هي أولا قانون العرض والطلب الظروف المناخية الصعبة كالجفاف والفيضانات في البلدان المنتجة ثالثا الأزمات الدولية السياسية خاصة الحروب الإقليمية في مناطق الإنتاج الرئيسية رابعا التزايد المستمر لسكان المعمورة والذي يزيد في الطلب على المواد الغذائية خاصة على الأرز خامسا ارتفاع مستوى معيشة السكان مما يرفع من معدلات الاستهلاك أما الآن عزيزي الطالب لنعرج على التنقلات سبق وأن علمت أن التنقلات في العالم يقصد بها حركة الأموال والأشخاص وسنركز على حركة الأموال فماذا يقصد بحركة الأموال؟ نقصد بحركة الأموال انتقال وتدفق رؤوس الأموال الأجنبية الموجهة للاستثمارات في القطاعات الاقتصادية المختلفة والتي تعرف أيضا برؤوس الأموال المهاجرة أو الرساميل المهاجرة وقد عرفت حركة الأموال نموا كبيرا في ظل العولمة والقيود المخففة في إطار المنظمات الدولية والإقليمية كمنظمة التجارة العالمية والتكتلات الاقتصادية كما يمكن عزيزي الطالب تقسيم حركة الأموال إلى حركة شرعية قانونية وشفافة وحركة غير شرعية وغير قانونية عزيزي الطالب ماذا يقصد بحركة الأموال الشرعية؟ يعرف العالم اليوم تنقلات كبيرة لرؤوس الأموال وهي تلك رؤوس الأموال التي يتم تداولها في الأسواق المالية العالمية أي البورصات والتي نجدها متمركزة بشكل كبير في العالم المتقدم وتصل قيمة الأموال المتداولة في هذه البورصات حوالي 2000 مليار دولار يوميا وذلك بفضل تطور وسائل الإعلام والاتصال وهذه الأموال هي أموال المستثمرين الذين يبحثون عن الأرباح من خلال شرائهم لأسهم الشركات والمشاريع المربحة في العالم وأهم مصادر هذه الأموال هي الشركات المتعددة الجنسيات البنوك العمومية والخاصة وشركات التأمين إن كانت هذه حركة الأموال الشرعية فما المقصود عزيزي الطالب بحركة الأموال الغير شرعية؟ يقصد بها عملية تبييض الأموال أي تحويل الأموال المشبوهة من أموال المخدرات الرشاوي والتجارة الأسلحة في الأسواق السوداء إلى مشاريع اقتصادية في البلدان التي تقل أو تخل منها الضرائب أو المعروفة بجنة الضرائب عزيزي الطالب يتضح لك أن الإعلام والاتصال ساهم بشكل كبير في تزايد حركة الأموال فما المقصود بدور الإعلام والاتصال في المبادلات؟ أو ما هو دور الإعلام والاتصال في المبادلات؟ يقصد بالإعلام والاتصال تلك الوسائل السمعية البصرية من فضائيات أنترنت أجهزة الحاسوب المختلفة والهواتف الذكية والتي لم يعد يقتصر دورها على التواصل الاجتماعي فقط بل تعداه إلى المجال الاقتصادي وعلى وجه الخصوص المبادلات التجارية حيث أصبحت المبادلات التجارية تتميز بالسرعة وكثافة عملية الإشهار والمرونة والرواج إذن عزيزي الطالب ما هي مظاهر تأثير هذه الوسائل على المبادلات التجارية؟ الإجابة جيد إن الأهم مظهر لتأثير هذه الوسائل على المبادلات التجارية هو ظهور سوق تجارية جديدة تعرف بالتجارة الإلكترونية التي تتم عبر الشبكة العنكبوتية الأنترنت وبدون وسيط تجاري وفي الأخير عزيزي الطالب يمكن أن نلخص لقاءنا هذا بالتذكير بما يلي أولا أن العالم اليوم اقتصاديا مقسم إلى عالمين عالم متقدم وعالم متخلف وأن هذا التقسيم تم بالاعتماد على معايير اقتصادية اجتماعية وثقافية ويحتكر كذلك عالم الشمال 90% من المبادلات والتنقلات العالمية كما اكتشفنا أن العالم المتقدم المسيطر على الاقتصاد العالمي مقسم إلى ثلاثة أقطاب اقتصادية كبرى فمن هي هذه الأقطاب؟ ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر